اشتركوا في القناة الدعاء الذي معنا اليوم لعلكم سمعتموه كثيرا وانا ذكرته في خطبة الدعاء ايضا وهو دعاء ورد في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم فرأى رجلا من الانصار يقل له ابو امامة فسأله النبي ما الذي اجلسك في غير صلاة ما كانش موعد صلاة يعني فقال هموم لزمتني يا رسول الله وديون فقال له النبي الا اعلمك كلاما ان قلته اذهب الله همك وقضى دينك قال نعم يا رسول الله قال قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال فقلتها كما امر النبي كما امره النبي فاذهب الله همي وقضى ديني اذا هذا دعاء لتفريج الهموم وقضاء الديون وانا شرحت في الخطبة لا يتصور ان الانسان عندما يقولها يعني يأتي الديني ينفرج هكذا وكل شيء ينتهي لا ليس المقصود هكذا ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قلها اذا اصبحت واذا امسيت يعني في كل صباح وفي كل مساء يكرروا وقلت انا في الخطبة ان التكرار معناه انه يعيد على نفسه هذه الادعية العظيمة حتى يتزول الغمامة التي كانت على عينه فينكشف له من الاسباب ومن الاشياء التي كانت قريبة له ولكن للهم الذي لزمه لم يفكر فيها ولم يرها فعندما ينكشف هذا الهم يرى ذلك قريبا ويرى هذه الاسباب قريبة فيتخذها فيقضو الله دينه وقضاء الدين يكون سبب في ذهاب الهم لان الدين هو مذلة بالليل ويعني هم بالليل ومذلة بالنهار الدعاء حتى نفهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والهم هو الشيء الذي يركب الانسان حتى ولو كان وهم ويجعل في حالة كرب شديد وحزن شديد ولا يرى حتى الاشياء التي تمر من امامي اذا هذا هو الهم والحزن يكون دائما على شر قد وقع يعني حاجة وقعت في الانسان الدين اللي هو وقع فيه فكان يستعيذ بالله من اللهم اني اعوذ بك يعني الجأ اليك واستنصرك بقوتك والوذل الى جنابك ان تعيذني من الهم الذي يجعل الانسان يعني يخطم احسن انسان الهم اذا ركب الهم انسان حطمه وجعله يعني كأنه ريش في مهب الريح وكذلك الحزن وهو بمعنى الحزن هنا يعني يعني يجعل الانسان يبكي على ما وقع به ويظل يبكي عليه فلا يفيق الى ما بعده في بعض الناس ممكن اذا حدث له شيء يظل يبكي عليه ويتباكى عليه وحتى بعض الناس بيبكي على اشياء لم تحدث بعد حتى قيل واحد بيبكي على يتامى تركهم ابوهم وترك لهم اشياء بسيطة فسأله الرجل الذي تركه ابوهم يكفيهم الى كامل قال عام واحد فقط ولذلك ويبكي لانه عام واحد قال له خلاص خلي بعد العام داب ابدأ ابكي بعد العام طالما انه هم مكفيين طول العام يبدأ ابكي بعد العام لانه لو بكى من الان مش هي هيعود يبكي طول السنة ويأتي العام الجديد ولم يكن يدبر لأمر الاولاد شيئا اذا انسان ايه الذي وقع يقلع بقى عن الحزن عنه ويبدأ يفكر لان الحزن ممكن يبنعه من التفكير فلذلك قال انا اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل العجز ان الانسان يريد ان يفعل الشيء ولكن لا يستطيع لانه فوقه ضرار اكبر منه منعته من ذلك فهذا هو العجز فالانسان عندما يريد الشيء ويرغبه ويعجز عنه هذا احساس فيه نوع من القهر والكسل غير العجز الكسل ان الانسان يبقى الشيء في مقدوره وممكن يعمله ولكن هو نفسه همته لم تجعله يقوم اليه وينشط اليه فهو ضد النشاط يبكسول همدان خامل لا يريد ان يتحرك هذا والعياذ بالله ان يصيب انسان يجعله يدمره قال اعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل يعني الجبن الخوف من غير سبب هو الانسان اللي دايما ولذلك الوهم من اكبر اسباب الجبن ولذلك قال ابن عطاء ما قادك مثل الوهم ما قادك مثل الوهم فقال الجبن والبخل لان البخل احيانا يجعل الانسان يقع اسير ديونه وهمومه لانه بيبخل يعني طبيعة البخل طبيعة سيئة جدا تجعل الانسان تكثر عليه المشاكل ويخشى ويخاف انه يقض خطوة لانه خايف انه يكون فيها نوع من غرامة او كذا او فالعياذ بالله فقال والجبن والبخل وغالبة الدين وقهر الرجال يعني ولذلك الدين لا تستدين لا يستدين مضطر في طعامه وشرابه يكون هيموت يعني ما امامه حل غير انه يستدينه لكن في بعض الناس بتستدين من دون داعي او مثلا في العصر الحاضر الكريدت كارت يقول لك عندك ستة اشهر من غير انترست ولك عندك غير انترست او باخده باسدله اصبح دين عليك او كنت مر الستة شهر ويتغير حالك او يأتيك ظرف لا تستطيع ان تسدد فتجد نفسك اما انك وقعت في الربا حتى تسدد او انت اصبح عليك دين وتطر او قد تعمل بنك كرابس وشغلانة يعني فالاصل في الانسان انه لا يأتي بالدين الى نفسه ولا يطلبه ولكن احيانا الانسان يضطر اليه بسبب طعامه وشرابه ويكون غالب عليه حتى انه يعضل لا يستطيع ان يقوم بسداده قال فغالبة الدين وقهر الرجال وهذا من اصعب الاشياء ان الانسان الرجل يقهر سواء كان برجل او باي شيء او بسلطة او بحاكم او بيقهر ويذل ويسجن ويشرد ويفعل هذا القهر والعاذ بالله لربنا سبحانه وتعالى استخدم هذه الكلمة في حق اليتيم اما اليتيمة فلا تقر فهو نوع من الاستثلال ونوع من التصلط من الغير على انسان فنأدو الله سبحانه وتعالى ان لا يقعنا في ذلك وان لا يتصلط علينا احد ويقهرنا احد فهذا الدعاء اذا الانسان كرره صباحا ومساءا ربنا سبحانه وتعالى يذهب همه ونأدو الله سبحانه وتعالى ان يذهب همنا جميعا اعيد الدعاء مرة اخرى واظن انتوا تسمعونه كثيرا وهو في اذكار الصباح والمساء على اي حال ولكن نريد ان نحفظه ونردده من الغد ان شاء الله لما دخل الناس والسلام قال للرجل ان يقول اذا اصبح وامسى اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اربع حاجات فيهم ثنائيات بالنبي استعز من ثمانية اشياء هم حزن عجز كسل جبن بخل غلبة الدين قهر الرجال نادو الله سبحانه وتعالى ان ينجل من هذه المهلكات الثمانية انه ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين